العميد محمد سمير المتحدث العسكرية ان القوات المسلحة تمكنت امس من تنفيذ عدد من المداهمات على عدة بوار ارهابية اصفرت عن مقتل احد العناصر الارهابية كنتيجة لتبادل اطلاق النيران مع القوات بمحافظة الاسماعيلية اضاف المتحدث العسكرية انه تم ضبط 32 عنصرا ارهابيا بمحافظات شمال سيناء الشرقية الاسماعيلية الدقهلية وبورسعيد فضلا عن تدمير 6 درجات بخارية بدون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الارهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة